بكرة إن شاء الله تعالى بعثة المنتخب حتطير إلى أبيتجان تعرفين إنه المنتخب حيبدأ أولى مبارياته إن شاء الله تعالى يوم 14 يعني يوم الحد اللي جاي أول مباراة لنا مع موزنبيق ثم بعد أربعة أيام يعني هنلعب الحد ونلعب الخميس مع الغانا ثم الاتنين مع الكاب فردي أو الرأس الأخضر يبقى 14 و 18 و 22 الحد والخميس والاتنين دي بطولات الحد الساعة 7 والمطش الثاني يوم 10 والثالث يوم 10 يعني نبدأ أول مطش بس 7 وبعد كده مطش 10 ومطش 10 مسام بتوقيت القاهرة البعثة كلكم عارفين إنه مصر روي فيتوريا كان عمل تغييره بعد ما بعت القيمة اللي هو الحق في التعديل فأضيف ياسر إبراهيم مكان أسامة جلال مدافع برامز للإصابة وأضيف مهند لاشين بدل أحمد نبيل كوكا لعب الأهلي أيضا للإصابة القيمة المفروض للبطولة 23 لعب لكن كل منتخب من حقه يأخذ أربع لعيبة لكن إقامتهم وتنقلاتهم ووجودهم على حساب أو على نفقة الاتحاد الكورة فاختر الرجل السبعة وعشرين اللي مسافر بيهم بكرة إن شاء الله بعد النهاردة كانت الفريق خاد راحة عقب المباراة الودية الأخيرة والوحيدة اللي لعبها مبرح مع تنزانيا وفاز فيها 2-0 مجموعة مصر اللي قلتلكوا عليها هي المجموعة مع الثلاث فرق التانيين هي في المجموعة التانية بينما في المجموعة الأولى صاحب الأرض الكودفور عنده مواجهة صعبة مع نيجيريا ثم غينيا الاستوئية وغينيا بيساو دول اللي في المجموعة الأولى المجموعة التانية التانية فيها مصر طبعا التالتة فيها السنغال والكاميرون وغينيا وجنبيا والمجموعة الرابعة فيها الجزائر وبركينافاس وموريتانيا وأنجولا المجموعة الخامسة تونس معها مالي وجنوب أفريقيا ونامبيا المجموعة السادسة المغرب حامل اللقب أو لا عفواً الكاميرون هي حامل اللقب أو السنغال عفواً السنغال في المجموعة الثالثة حامل اللقب معها الكاميرون وغينيا وجنبيا المجموعة السادسة المغرب صاحب الظهور العالمي الكبير جاي بطموخات كبيرة منديالية بيواجه الكونغو الديمقراطية وزنبيا وتنزانيا ده المجموعات الستة وبيصعد ما هوتش مجموعة مصر لا ما نقول تلك المجموعة التانية مصر ومزنبيق وغانا والكام فردي دول القائمة بتاعة المنتخب اللي مسافر بيها النادي الأهلي الأكثر تاني أكثر الأندية تمثيلا في البطولة يعني الأهلي منتخب مصر واخد سبع لعيبة وعنده تلاتة محترفين عنده علي معلول مع تونس وعنده بيرسيتاو مع جنوب أفريقيا وعنده أليو ديانج مع منتخب مالي عشان يكون إجمالي لعيب الآلي في البطولة عشر لعبين بيتفوق عليه سانداونز الجنوب أفريقيا عنده 11 لعب والآلي تاني الأندية تمثيلا في كأس الأمم الأفريقية المنتخب واخد بالبعثة اللي هتسافر بكرا لاتنين إن شاء الله مع محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى ومعه في الدفاع أحمد حجازي ومحمد عبد منعم وعلي جبر وياسر إبراهيم وأحمد سامي ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد أحمد فتوح ومحمد حمدي واخد في نصف الملعب حمدي فاتحي وإمام عشور ومحمد النيني ومراوان عطية وأحمد السيد زيزو ومهند لشين ومحمود حمادة واخد في الهجوم محمد صلاح ومصطفى فاتحي ومحمود تريزيجي وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود عبد منعم كهرباء وأحمد حسن كوكا ده التشكيل أو القايمة الكاملة للمنتخب الوطني اللي مسافر بيها بسلامة الله إلى أبي جيان ترجمة نانسي قنقر